مزيد من التفاصيل مشاهدين عن ما يحدث في لبنان وكل هذه الدعوات وزيارة الحرير إلى فرنسا مع زميل توني مزرعاني مرحبا بك يا توني سبع الخير حسين إذن دعوة البطر يارك الماروني مربشارة بطر السراعي إلى تدويل أزمة لبنان والتي حظيت بمباركة بابا الفاتيكان لم تلقى ترحيبا من الرئيس اللبناني ميشيل عون وفريقه السياسي بحسب ما أفدت مصادر سياسية مواكبة لوفد الطيار الوطني الحر الذي زار الراعي وبحسب ما أفدت مصادر سياسية للشرق الأوسط فأن وفد الطيار الوطني إلى بكركي عاد خائبا ولم ينجح في إقناع الراعي بأن يعيد النظر في دعوته بذريعة أن هناك ضرورة لإعطاء فرصة جديدة لإنجاح المبادرة الفرنسية وفي هذا السياق علمت الشرق الأوسط من المصادر السياسية أن وفد الطيار الوطني إلى بكركي يدين بالولاء المطلق لباسيل ولا يعكس تعدد الأراء داخل الطيار متسائلة لماذا لم يضم الوفد عددا من النواب وأكدت المصادر نفسها بأن الراعي يتوخى من دعوته حفظ الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة على إخراجها من المراوحة التي أوصلتها إلى حائط مسدود كما تساءلت المصادر ما الذي يمنع عون من أن يبادر ويدعو الحريري للقائه اليوم قبل الغد خصوصا أنه هو من أقفل الأبواب أمام معاودة التواصل باتهامه بالكذب هذا وأفادت مصادر مقربة من الباتريارك الراعي أن كلامه عن تدويل الأزمة اللبنانية جاء بعد أن فقد الأمل من الطبقة السياسية وفشل المبادرات الداخلية وانتظار تشكيل حكومة قادرة وفاعلة على تنفيذ الإصلاحات لإطلاق عجلة المساعدات الدولية إضافة إلى عدم اتخاذ قرار صارم بشأن ضبط الحدود والتهريب كما أمل الباتريارك بقضاء مستقل يكشف حقيقة انفجار المرفأ والعاصمة ويحاسب الجهة المنفذة لكن شيئا من ذلك لم يتحقق بحسب أوساط مقربة من الرعي كل هذه النقاط أتركها لك ولضيفك حسين نقاط كثيرة يا توني حكومة ورئيسها المكلف في باريس نعم شكرا جزيلا لك توني مزرعاني من بي